هنقول دلوقتي الـ cervical vertebrae أول فقرة فيها اسمها الأطلس الأطلس عندها two wings ومعندهاش body عبارة عن bone ring فيها أول حاجة فوق درس القرش عليه الدرس التيوبركل وتحت الـ ventral arch عندها درس التيوبركل كراني من قدان ده اسمه Cranial Articular Cavity كودري ده اسمه Codal Articular Surface ده اسمه Cranial Capacity يبقى هو من قدان الـ wing عليه من وراء دول اسمه Transverse Foramen ده اسمه Allure Foramen اللي يفتح من ناحية بره Allure Foramen واللي يفتح من ناحية جوه Lateral Vertebral Foramen ده اسمه فوفيا دانس اللي يعمل الـ articulation مع الدانس اللي في الـ Axios ده اسمه الدانس اللي في الـ Axios دي اسمه الدانس اللي في الـ Axios بتعمل الـ articulation مع الـ طعيم هنقول الـ Comparative اول حاجة في الـ Transverse Foramen في الـ Transverse Foramen في الـ Horse يبقى عنده Transverse Foramen اهو الـ Axios ما عندهوش Transverse Foramen الـ Camel الـ Atlantic Foramen الحتة دي اسمه Atlantic Foramen في الـ Horse بتبقى Very Deep وفي الـ Ox بتبقى Shallow والـ Camel بتبقى Very Shallow الـ Dorsal Tupercle بيبقى موجود في الـ Horse اهو وموجود في الـ Ox وبيبقى كبير وفي الـ Camel ما عندهوش الـ Ventral Tupercle في الـ Ox في الـ Horse عنده Ventral Tupercle وفي الـ Ox عنده Ventral Tupercle والـ Camel ما عندهوش الـ Small Animals الـ Dog الـ Atlas بتاعده Butterfly Shape والـ Alar Foramen بتاعهو بيبقى Incomplete Represented by Notch الـ Sheep بادهو Similar to the Ox وما عندهوش Transverse Foramen زي الـ Ox اهو دول الـ Cervical العربة الـ Atlas والـ Axis والـ 3 والـ 5 والـ 7 والـ 3 والـ 4 والـ 5 عندهو Ventral Clast اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده التالتة والـ 4 والـ 5 عندهو Ventral Clast الـ 6 ما عندهوش والـ 7 عندهو بس مش غوله تعام الـ 6 برضه اللي يميز الـ 6 ان الـ Transverse Process بتاعها 3 هتتت 3 هتتت Transverse Process بتاع الـ 6 تمام؟ والـ 7 ما عندهوش Transverse Foramen ما عندهوش Transverse Foramen في الـ Transverse Process والـ Coastal وعندهو في الكود Extremity Coastal Facets على الجنبين تمام؟ تاني فقرة في الـ Cervicus اسمها Access في الـ Cranial Extremity بتايتها دانس او اسمه Odontoid Process بيبقى عنده 2 Depressions اللي بيتحط فيهم اللي بيخلوها تلتحم مع الفوفيا دانس اللي في الأطلس تمام؟ عبارة عن Long Bone الـ Spinus Process بتاعتها Large و Strong اللي عنده Ventral Crest الـ Cranial Articular Process بتاعته تبقى Separated في حالة الـ Horse وعلى هيئة Saddle Shape الـ Cranial Extremity دا اسمه Cotiloid Cavity بيبقى كده كبير ودول اسمهم Cranial Articular Processes التانس الـ Transverse Process بتاعته بتاعته تبقى قصير عالجنبين يبقى قصير وعنده الـ Transverse Framing تمام؟ دا اسمه الدول اسمهم عنده lateral vertebral فورينا اهو تمام؟ هنقول الـ Comparative في حرفة الـ Horse الـ Cranial Articular Process بيبقى saddle shape و Separated تمام؟ في الـ Camel بتبقى Not Separated واللي عضنة بتاعته المميزة فيها ليه elongated تبقى طويلة والـ Cranial Articular Process بيبقى Not Separated تمام؟ والـ Transverse Framing بس عنده 2-Lateral Vertebral Framing في كل واحد هنا 2-Lateral Vertebral Framing وهنا 2-Lateral Vertebral Framing وما عنده Transverse Framing الوقس يتبع على هيئة السنة الوقس يتبع على هيئة السنة اشتركوا في القناة